اشتركوا في القناة من الكيف والقصرين ووصلت الـ 64 مليمتر بسليينة اليوم سبت أمتار متفرقة لكن بأقل غزارة زادت تقس ماشي نحو الاستقرار سبت في الشمال والوسط وفي الجنوب الشرقي درجات الحرارة عرفت انخفاض ملحوظة تروحت من 22 و 27 درجة بالشمال والمرتفعات في تونس العاصمة كانت في حدود الـ 26 وببقية المناطق تروحت من 27 و 32 درجة كما اللاحظوا لتقس كان أحيانا كثيف السحب في الشمال والوسط وفي الجنوب الشرقي للبلاد اللي لا يتواصل التقس مغيم في أغلب مناطق البلاد مع نزول أمتار متفرقة وضعيفة في كامل مناطق البلاد وتقس ماشي نحو الاستقرار درجة الحرارة باش تتراوح بين الـ 16 و 21 في الشمال والوسط وتكون في حدود الـ 14 في المرتفعات ببقية المناطق تتراوح بين 21 و 26 درجة غضوة ان شاء الله باش نعرفه استقرار في كامل العناصر الجوية ثم شوية سحب عبره في أغلب مناطق البلاد ودرجة الحرارة باش تحافظ على نفس المستويات تكون في حدود 28 في تونس الكبرى 29 في زغوان ونابل 26 في بنزرد 27 في باجا جندوبا 28 27 في سيليانا والكيف 29 في القصرين 33 في القروان 32 في سيدي بوزيد تكون في حدود 31 في سوسة والمناستير 29 درجة بالمهدية في الجنوب في سفاقص 30 في جابس 32 31 في مدنين وتطاوين 33 في كبلي 34 في توزر 32 في قفصة 31 في الرمادة برج الخضرة 32 درجة فيما يخص الملاحة والصيد البحري تواصل الإعلام برياح قوية ويهم خليج تونس في خليج تونس وخليج الحمامات الريحة تكون من القطاع الغربي وتكون شمالية غربية سرعتها تكون بالـ 25 و 30 عقدة والبحر يكون شديد الاضطراب في خليج جيبس ومنطقة الشاب وجربة الريحة تكون شمالية غربية جنوبية شرقية وسرعتها تكون بالـ 10 و 20 عقدة والبحر يكون مضطرب درجة الحرارة ببعض البلدان العربية والأجنبية وقشة 37 الدار البيضاء والريبات 28 والتقسيكون صافي الجزائر 26 ترابولز زيدة 26 مع شوية سحب القاهرة 42 درجات مرتفعة في المدينة المنورة وتوصل 45 و 44 درجة بمكة المكرمة الدوحة 40 و 44 في الكويت أبوظبي 39 ديمشق 36 و 27 في بيروت عمان 34 بغداد 46 و القدس الشريف 31 درجة بالنسبة للبلدان الأوروبية اسطنبول تقسى في 28 موسكو 21 أثينا 30 مع شوية سحب فيينا 21 و 29 أمتار في أمستردام نلقاو 17 بيرنين 19 و كوبنهاجن 16 درجة وتقسيكون ممتر لندن 19 وتقسيكون مغيم باريس 21 مع بعض السحب ستوك هولم تقس ممتر نلقاو 16 جنوب 20 بروكسيل 19 و مرسيليا 26 مع بعض السحب مادريد 32 و تقسيكون صافي ولا شبونة 31 و تقسيكون صافي توقعاتنا الجوية إن شاء الله ننهارات جيانها الخميس درجة الحرارة بستتراوح بين 26 و 30 درجة في الشمال والوسط وتكون بين 30 و 34 ببقية الجهات ثم شوية سحب عبره في أغلب مناطق البلاد الريحة تكون من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة في أغلب الجهات والبحر يكون قليل الاضطراب في كامل مجالاتنا البحرية نهار الجمعة درجة الحرارة تزيد تعرف ارتفاع شوية سحب عبره في أغلب الجهات الريحة تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة في أغلب مناطق البلاد والبحر يكون قليل الاضطراب أوقات الشروق والغروب الشروق إن شاء الله غضوة على الساعة الخامسة والغروب على الساعة السابعة و 37 دقيقة مزيد من المعلومات والإرشادات تزوروا الموقع الخاص للمعهد الوطني للرسل الجوي www.m2.2 تبعثوا إرساليات قصيرة ولتتصلوا بالموزع الصوتي 88-44-4 أسفا سهرية ممتعة للجميع مع بقية برامجنا وشهية طيبة